السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام الجزء رقم 13 من الشابطة 8 أو الفاصل الثامن نتكلم على الابليكيشن أوف ستيل نمرة واحد عندي في الحقيقة يعني تطبيقات الصلب دخلة في كافة مناحة الحياة نمرة واحد في الـ Automotive Applications أي في تطبيقات صناعة السيارات البضي بتاع السيارة بتصنع من الصلب الـ Axis من الصلب الـ Wheels من الصلب المواتير من الصلب في مجال الماجنيتك أي في مجالات الماغناطسية كل الماغناطسيات تصنع من نوع معين من أنواع الصلب في الـ Biomedical Applications حتى في المجالات الطبية يستخدم الصلب كأدوات الجراحة المستخدمة التي يستخدمها الطبيب في العمليات الجراحية في الـ Shape Manufactures في تصنيع السفن في الـ Machines Manufactures في تصنيع الماكينات كل الماكينات تعتبر مصنعة إما من نوع معين من أنواع الصلب أما من الـ Cast Iron ويعتبر الـ Cast Iron إلى حد كبير نوع من أنواع الصلب في الـ Structure Application يعني في البنايات كنطحات الصحاب فأنها تبنى على هيكل من هياكل الصلب حتى أننا نستخدم ربار السيل أو حديد التسليع في الإنشاءات وهو يعتبر من ضمن المواد أو النوع معين من أنواع الصلب في الحقيقة لا يوجد تطبيق هندسي واحد لا يدخل فيه داخله الصلب حتى صناعة الطائرات يوجد بداخلها نوع من أنواع الصلب ترجمة نانسي قنقر